ربما كان الحديث عن البحث العلمي حديث قديم و أهمية البحث العلمي يمكن أن نرى فيها كتب في كل المكتبات العربية لكن متى يتحول هذا الكلام إلى فعل و متى يمكن للبحث العلمي أن يكون له الكلمة العليا في هذه المنطقة ربما سبقنا الكثير من الدول في اكتشاف وتفعيل أهمية البحث العلمي وتحويل كل المشكلات والتحديات إلى فرص باستخدام العلم و إتاحة الفرصة للعلماء كي يحولوا هذه التحديات إلى فرص في هذه الحلقات بنحاول أن نضع أيدينا على طريق أو نتلمس الطريق أو السبيل الذي يصل بنا إلى تفعيل ما ننادي به منذ أزمنة بعيدة نتحدث عن أهمية البحث العلمي والتعليم والاختراع و ما يمكن أن يتحول في حياتنا نتيجة اتخاذ العلمي السبيل لكن ربما الأوضاع في جملتها على المستوى العالمي مرتبكة بتجعلنا ساعة نتحدث عن ما يفيد البشرية و ساعة أخرى نتحدث على نتاج حمقات بشرية أيضا يعني دعونا في هذه الحلقة يكون الحديث حديث يعني في خط مستقيم كيف يمكن للدولة المصرية و هي تطرق أبواب الجمهورية الجديدة أن يكون للعلم صوت مسموء و أن يكون للعلماء إضافة حقيقية كيف يمكن لنا أن نحول هذه السيرة التاريخية و نحول هذه الأحلام المعلبة المجمدة إلى واقع من خلال العلم والعلماء في الحلقة السابقة خرجنا بمجموعة من النتائج عن أهمية العلم الذي يعرفه الجميع و أهمية العلماء الذي أيضا يؤمن به الجميع لكن وصلنا إلى مجموعة من النقاط التي تمثل عقبات في طريق وصول العلم إلى المنصة التي يجب أن يكون فيها عمر أعتقد أنه الظرف الراهن في هذه اللحظة هناك في غزة مجموعة من الأحداث المتسارعة و دور مصري واضح أو دور وحيد إنجاز التعبير مع مساندة أممية مع بعض الدول الأخرى لكن تخم الدولة المصرية عن طريقة جهزة الأمنية و خاصة جهزة إسخبارات المصرية بدور كبير جدا في عملية إيقاف ووقف إطلاق النار و عملية التهدئة والعالم والشعب المصري والشعب العربي كله ينتظر من أي وسيلة إعلامية في أي برنامج إنه ماذا جرى لماذا جرى متى يتوقف هذا والإطار العام الذي بشرنا به الناس خلال مؤتمر جدا فأنا أتصور إنه ممكن إنه نعرج على هذه الأحداث عشان جمهورنا ما يهربش من نحسنا عايزينه في موضوع البحث العلم ترجمة نانسي قنقر